معنا أهمية هذه التوصية الأوروبية المشروطة هل فعلا تقرب المسافة أمام مساعي أوكرانيا للانضمام للتكتل الأوروبي أهلا بك عزيزي ومشاهدي قناة الغد لا شك أنها توصية مهمة تظل شيئا من الخطوة الرمزية والدعم المعنوي لطلب أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن على الواقع العملي الأمر منوط بجملة من العواقع والزمن الطويل الأمر لا يتم بين ليلة وضحاها في أحسن الحالات بالنسبة لوضع أوكرانيا هناك حرج أوروبي حقيقة من وضع أوكرانيا المماطلة الأوروبية بطلب أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك على نفس الصعيد يعني الناتو الذي تنصل أكثر من مرة من طلب أوكرانيا الانضمام إلى الناتو وكل ذلك يؤكد أن أوكرانيا نتيجة الحرب عليها الآن والرغبة بعدم معادات روسيا بشكل أكبر مما هو حاصل يجعل الأوروبيين يتريثون بشكل أو بآخر التوصية مهمة جاءت بعض توصية من فرنسا التي ترأس الاتحاد الأوروبي الرئيس الفرنسي مانيويل ماكرون البارحة أوصى بذلك ودعم الطلب الأوكراني وكذلك شولتس والرئيس الإيطالي ورئيس بولندا وبالتالي نعم هناك دعم أوروبي لمثل هذه الخطوة ولكن لحد الآن لم يتم إثبات أي شيء بمعنى أنها مجرد توصية أوصت بها اليوم المفوضية لإرسالها إلى المجلس الذي سيجتمع هذا الشهر في ثالث والعشرين من هذا الشهر وإقرار الموضوع وطبعا هناك علينا أن لا ننسى أن هناك دول ضمن الاتحاد الأوروبي معارضة لانضمام أوكرانيا أو مترددة لنقول إذا انضمام أوكرانيا أو طلب أوكرانيا المقدم للاتحاد الأوروبي مثل هولندا والنمسا على سبيل المثال وكذلك هناك بلغاريا أو المجر التي هنغاريا أو المجر التي لديها تحفظ أيضا وقد لديها صوت روسي في الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر كل ذلك يجعل العملية معقدة وبخاصة أيضا نقطة أخيرة في هذا الموضوع أن من المطلوب من أوكرانيا وهذا ما يشتريطه الاتحاد الأوروبي القيام بجملة إصلاحات مهمة وبخاصة محاربة الفساد وتأسيس دولة قانون واضحة لأن الفساد كان هناك تقارير كثيرة حول الفساد المستشري وطال كبار الشخصيات بما فيها الرئيس زيلينسكي وبالتالي نعم هناك إجراءات كثيرة تتخذ قبل تلك الخطوة نهيك عن القضايا المرتبطة بالمسار القضائي والمؤسسة القضائية في البلاد سأسأل عن ذلك بعد قليل لكن بالنسبة للمواقف الأوروبية أشرت للتباينات والخلافات لكن حقيقة وجود أطراف أوروبية وازنة تقف خلف هذا المسعى الأوكراني وتماهد الطريق أمام هذا الانضمام للتكتل الأوروبي نتحدث عن فرنسا ألمانيا إيطاليا تبعنا الزيارات خلال الفترة الماضية وهذا الدور اللافت أيضا للمفاوضية الأوروبية هل من شأنه الإسهام في تذليل العقبات وتجاوز هذه الخلافات أم ماذا يعني لا شك هو مثل أي طلب آخر حتى يشابه يعني لو بسطنا الأمور طلب تقديم وظيفة هناك توصيات لا شك أنها تدعم هذا الملف لا أعتقد أن هناك اعتراض على المدى الطويل لوجود أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي من قبل معظم دول الاتحاد الأوروبي في النهاية أوروبا هي تمثل ذلك الامتداد الديمقراطي الأوروبي نحو المعسكر الروسي القديم والمعسكر السوفيتي القديم الذي تمثله روسيا العائدة بقوة إلى الساحة الدولية وبالتالي من هنا يأتي ذلك الدعم الأوروبي الكبير لأوكرانيا في مقابل الاتحاد السوفيتي معظم أو إذا لم نقل كل دول الاتحاد الأوروبي سواء بشكل طوعي أو مكره على ذلك أيدت أوكرانيا ودفاع أوكرانيا عن نفسها إزاء الروسيا والحرب الروسية وبالتالي هناك رغبة بالتمدد الأوروبي وقضم ما كان سابقا ينتمي الاتحاد السوفيتي وهذا ما أثار حفيظة روسيا وأيضا يثير مخاوف بعض الدول الأخرى مثل الصين التي تجد مثلا أن هناك دعم لتايوان من قبل أوروبا الديمقراطية وبالتالي نعم هو صراع بعيدا عن هذا الصراع الذي يبدو وكأنه فقط ينحصر في أوكرانيا وروسيا هو صراع ما بين الكتلة الغربية عموما الديمقراطية الغربية وتكتلات سياسية أخرى ذات طابع شمولي مثل روسيا والصين وبالتالي على المدى البعيد لا أظن أن هناك معارضة كبيرة لكن هناك قضايا ضمن الاتحاد الأوروبي النظام الداخل للاتحاد الأوروبي يكفي أن تعترض دولة واحدة على دخول دولة أخرى حتى يعتبر الطلب لاغيا كما حصل الآن في طلب مثلا مقدم من فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو واعترضت تركيا على هذا الطلب يكفي هنا أن يكون هناك دولة واحدة وتعترض هولندا لديها تحفظات كثيرة كذلك النمسا حتى الدول التي تمدي الآن حماسا واستعدادا إعلاميا ستختبأ وراء بعض القرارات هي ستقول نحن حاولنا ولكن المجر رفضت على سبيل المثال لماذا؟ لأن بدأوا يشعرون بثقل مساندتهم لأوكرانيا بمعنى أنه بدأت تحصل هناك خسارات اقتصادية تضخم مالي امتعاط شعبي كل ذلك من شأنه على المستوى الواقعي أن يعقد مثل هذا الموضوع الآن هم يهربون بالمسألة إلى الأمام إلى المستقبل نعم سنقدم توصيات وسيدرس الموضوع الآن بأحسن الخالات سيتم قبول طلب أوكرانيا كمرشح وعليها أن تقوم بجملة إجراءات وحتى لو قامت بكامل إجراءات يكفي أن تعترض دولة وحيدة ويذهب الموضوع في خبر كان وابتلي الأمر معقد جدا الآن كل ما هناك هو موقف استراتيجي داعم صحيح أو تظل هذه التوصية الأوروبية مشروطة ومخاطة بكثير من العقبات والتباينات التي توقفت عندها لكن بالنسبة للشروط هل الأوكرانيا التي تمر بحالة حرب والتي تشوب مساراتها ومؤسساتها الكثير من القضايا والتساؤلات هل هي قادرة خلال المرحلة المقبلة على تلبية هذه الشروط الأوروبية نعم سؤال ممتاز يحتاج مثل هذا الموضوع إصلاح المؤسسات إلى حالة من الاستقرار والسلم أوكرانيا الآن ليست في وارد أو القدرة على يعني التفكير بمثل هذه القضايا هي الآن لديها يعني انفاق كبير على الجانب العسكري تعتمد أصلا على المساعدات الغربية وبخاصة الأمريكية وجزء منها من الاتحاد الأوروبي وبالتالي مثل هذا الموضوع أيضا يعني في حال ستقوم به أوكرانيا يجب أن يتم أن يكون هناك مرحلة سلام تثبيت للحدود مع روسيا التي لا ندري إلى الآن هل ستكتفي بالدنباس هل ستذهب أبعد من ذلك وبالتالي الأمور بتصوري هي مجرد هروب إلى الأمام أي متروك الأمر إلى الزمن ولكن هناك يعني تأكيد من قبل أوروبا أننا نحن داعمون لهذا الموضوع ولكن هناك استطلاع للرأي على سبيل المثال أذعته البارحة أحدى الصحف البريطانية معظم سكان أوروبا بدأوا يميلون إلى التخلي عن أوكرانيا أو يميلون إلى السلم حتى لو خسرت أوكرانيا الكثير من الحدود والمزايا وكل تلك الخسارة العسكرية والبشرية وبالتالي نعم إذن الأمور فيها شيء من الهروب فيها شيء من المجاملة الدبلوماسية في المستقبل سنرى ماذا ستكون عليه الأمور وكيف ستكون ولكن مرة أخرى بأحسن الحالات سيكون هناك موافقة على أن تكون أوكرانيا مرشحة إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك نعم أوكرانيا إذن كبلد أساسي وبالتالي هناك مجموعة من الطلبات المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي بخاصة من دول البلطيق ولكن مع ذلك الحرب مع روسيا والخشية من تصعيد الأمر مع روسيا التي يبدو مصممة تماما على الذهاب بعيدا في حماية حدودها من التمدد الأوروبي ومن التمدد حلف النيتو إذن الأمور يبدو أنها مجرد مجاملة دبلوماسية بشكل أو بآخر حتى المساندة الفرنسية التي شاهدناها البارحة كانت شيئا من رفع العتب نعم كنت أريد أن أقول أيضا هناك رغبة في ضمن جورجيا كذلك الرئيس الفرنسي على سبيل المثال الذي توجه البارحة إلى كييف كانت زيارته الأولى وهو يرأس الاتحاد الأوروبي أي فرنسا ترأس الاتحاد الأوروبي وهو لم يقم بذلك كان فيها شيء من رفع العتب الذي طاله كثيرا تم انتقاد فرنسا كثيرا في منوقفها وبخاصة أن مكرون حتى البارحة في دعمه إلى كورانيا ورفع تصريحاته قال علينا أن نستمر بالحديث إلى بوتين وموسكو وبالتالي الأمور فعلا أوجه متعددة في هذا الملف الشيك والطفاوضية معذرة وقت نقاشنا انتهى تماما دكتور خلدون أشكرك جزيلا شكر من بريسة دكتور خلدون النبواني أستاذ أو الأستاذ المحاضر في الفلسفة السياسية والقاملونية في جامعة سربون شكرا جزيلا لك 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 شكرا